أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من المسيح والحل المسيح لكل المجد كان في المجمع وقام عشان يقرأ الكتاب كان عليه الدور أنه هو اللي يقرأ الكتاب المقدس ففتح على سفر أشعية وابتدأ يقرأ الآيات دهيته والآيات ده هي كانت نبوة عن المسيح والمسيح عشار لكده إيه هي الآيات دي؟ قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسر القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلسه وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه يعني عاديين بيوصولوا كده فابتدأ يقول لهم إنه اليوم هو بيتكلم كده إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم دي كانت نبوة عن المسيح خلينا نتكلم عن إنه يشفي منكسر القلوب مين في الكون كله مش مكسور القلب أو مكسور الخاطر؟ تعددت الأسباب وكسرت القلب وحده أكتر حاجة تكسر القلب تعرفوا هي إيه؟ الخطيئة طيب اللي قلبه مكسور من الخطيئة ما خلاص عمل الخطيئة وقلبه كسر بسببه وعلى رأي المثل اللي الكسر ما بإيه؟ بتقولوا إيه؟ ما بيتصلحش عند حضرتك وحضرتي اللي الكسر ما بيتصلحش لكن اللي خلقنا ما عندهوش مستحيل هتقولولي إزاي الكلام ده أقول لكم تعالوا كده نشوف أشعية 53 تكلم بروح النبوة على المسيح قال إيه؟ أحزاننا حملها وأثامنا تحملها وبحبوره شفينا ما حدش يقدر يعلكك من عذاب ضميرك اللي عملته الخطيئة إلا اللي دفع عنك ثمن الخطيئة ما حدش يقدر يشيل عنك عذاب الأخرة إلا اللي دفع عنك خطيئتك بمعنى ما حدش يديك ويضمن لك الحياة الأبدية إلا المسيح اللي قال بفمه الطائر قال إيه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية اللي كتبوا عنه النبوة إنه يشفي منكسر قلوب لو الخطيئة تعباك تعالى المسيح هو مستعد يشفيك منها ويغفرها لك ومش بس كده ده هيحول نوحك إلى فرح شفت أنا فرحانة إزاي؟ حول نوحي إلى فرح المرأة الخطيئة جات له وهي مليانة خزي من الناس ومن نفسها كانت كلها عار مكسورة القلب محدش قدر قدام الديان يسوع له وكل المجد إنه يدنها لكن الديان نفسه أطلق حرة وقال لها ولا ناقودينك اذهبي ولا تخطئي عارفين ما أدنهاش ليه لإنه أحزننا حملها وأثمنا تحملها لإنه هو الوحيد اللي عنده العلاج للخطيئة إنه يتعاقد بدلها ويطلقها حرة لو مكسور قلبك بسبب خطيئك تعال للمسيح محدش يزلك أبدا المسيح هيرفعك وهيرفع راسك وهيطلقك حر هيشفي قلبك المكسور المسيح هو الحل